يا صباح الفل على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان يوم جديد وبداية حلقة جديدة من عشرة صبح في الاهلي اكيد هنتكلم مع حضراتكم من خلالها عن كتير من التفاصيل وكتير من الملاحظات وخصائص اخر تصعيد حصل مع النادي الاهلي بعد ما عدنا فترة مش قليلة ملوك التلاتات دلوقتي بينا منتكلم في ملوك الاربعات وحوادت كتير هنحكي مع حضراتكم فيها صباح الفل عليكم وصباح الفل عليك يا نهوان بشرفة فيهم هنقول ما مش هنقول صباح النصر يعني بجد الله صباح النصر وأحلى نصر عليكم جميعا وعلى كل الأهلوية وعلى الجماهير اللي دايما داعمة وعلى الفرقة اللي دايما مشرفانة وعلى مرسل كولر اللي بجد عمل يعني نقلة نوعية حقيقي في النادي الاهلي وفي تطوير ملاحظ بشكل كبير جدا طبعا مع اللعيبة ومع الأداء وفي المستوى أصلا البدني وغيره وغيره بجد قصة نجاح حقيقي اعتقد بعد سنين يا كريم هنتكلم عن هذا المدير الفني اللي فعلا فعلا نستحق كل التقدير وكل الاحترام كل سنة وحضراتكم دايما بخير يا رب كده أنا ليه بقول دا كل المباراة بننجح فيها لان دي بتعتبر زي يعني احتفالية يا كريم انت كل ماتش بتفوز فيه وكل المباراة بتفوز فيها وكل يعني بطولة بتفوز فيها أنا بعتقد ان هي هتكون حاجة احتفالية ليك انت كجماهير نادي اهلي مميزة فيا رب دايما كده نهني بعض كل ايامنا اللي جاية ان شاء الله لسه عندنا برضو يا كريم فترة مش قليلة فترة صعبة على كل اللي فرق معي بس ان انت تطلع بمستوى يعني زي اللي انت بكمل عليه فكرة ان انت بتحافظ على الشباك النظيفة على اكبر قدر ممكن فكرة ان انت الكلين شيت عندك يكون مستمر فكرة ان انت الاداء بتاعك من الديها الاولى غاية نهاية الماتش او المباراة يعني حتى لو 90 بلاس انت بتكون محافظ برضو على المستوى بتاعك فاعتقد حد دلوقتي ده كل محقق على الارض يعني بدليل ان الجماهير يعني راضية جدا ومبسوطة جدا وسعيدة جدا ومقدرة جدا للعبين فكرة ان اللعيبة يكونوا عند حسن ظن الجمهور بتاعهم دي حاجة مش هينة فالحقيقة احنا عندنا مرحلة حسن الظن احنا دخلنا في مرحلة بقى يا سلام يا سلام دخلنا متعة بقى وفكرة ان احنا يعني الدوري خلصان بقى له فترة انه واحد اللي مش واخدين بقى له بس الاهلي هو تقريبا هو اللي مش واخد بقى له من الحكاية دي مكمل على نفس المنوان وبنفس القوة حاجة عظيمة جدا وكلام ده يتماشى مع وعود مستر كولر شخصية اللي قالك ان الدوري من زاوية معينة لرؤية الامور هو انتهى لكن بالنسبة انه هو لم ينتهي بعد ولسه عندنا ماتشار وقالك حتى التصريح اللي كان عجبني برضو انا اللي خدت منه نفس الكلام وقالك سنة سعيدة على الاهلوية بس لسه احنا مكملين فيعني ان شاء الله نكمل على نفس المنوان النهاردة معنا فقرات مختلفة اكيد هنتكلم عن المباراة الاهلي والمقابلون اللي كانت اكثر من رائعة بصراحة كانت مباراة فعلا حلوة جدا كنت الاول بتخيف او بتقلق شوية كريم فيما سبق يعني لما الاهلي بيكون محقق مباراة قوية جدا او حاصل على طولة ان المباراة اللي بعدها على طول تكون يعني مش في نفس المستوى لكن ده ما حصلش حتى لما انت ملعبتش باللعيبة او السكوات الاساسي كله انت برضو المستوى يعني واحد ما حسيتش او لم يكن هناك شعور ان فيه اي مشكلة في الفريق بالعكس فده برضو قصة نجاحه دي حاجة او نقطة لازم ان احنا نتكلم فيها لان كولر محقق ده على الارض ربما لو حنتكلم بمنتهى الشفافية خياني بقى صرحة مش كل المدرين الفنيين اللي عدوا عن نادي الاهلي كان عندهم الشق ده او الجزئية دي يمكن يمكن موسماني كان بيعتمد اكتر على سكوات كامل ما كانش بيعتمد فيه على بودلاء خالص فكان مستوى البودلاء الى حد مختلف لكن مارسل كولر ما اعتقدش ان كان فيه اي بديل جي وملعبش بنفس المستوى الاساسي فده نقطة لازم نقف عندها شعور الجهزية متحققة بنسبة 100% مع كل اللعيبة اللي بيلعب واللي ما بيلعبش وده شفناه واللي بينه اكتر ونوره اكتر فكرة الروتيشن اللي ناجح جدا الحقيقة مستر كولر فيه تدورها ما بين اللعبين نتج عندها حاجات حلوة كتير قوي دي واحدة من تفاصيلهم فكرة الجهزية نهيكم بقى عن فكرة كمان ان الناس اللي بتبقى بقالها فترة ما بتلعبش بتبقى نازل الملعب وبتاكل النجيل بالمعنى الحرفي جعانة جعانة كورة وجعانة تهديف فعندنا كلام كتير حنتكلم مع حضراتكم فيه اكيد عن النادي الاهلي في حلقتنا النهاردة في الجزء التاني او الساعة التانية من حلقتنا حيكون عندنا فقرتين حواريتين الفقرة الاولى حينورنا ويشرفنا فيها بطل العالم محمد هاني ابو العينين الحاصل على الميدالية الذهبية في سباق خمسين متر مزدوجة للسباحة بالزعانف وكمان حينورنا محمود علي عبدالسلام مدرب بنادي هيئة قناة السويس الفقرة التانية ويمكن دي الفقرة نحن نتكلم فيها باستفادة قوي بقى عن ماتش مبارح وعن اللي جاي للنادي الاهلي حينورنا كابتن ياسر مصطفى نجم النادي الاهلي السابق وكتير بقى من التفاصيل حندردش معاه فيها واعتقد ان كلها يتهم حضراتكم طبعا كنا من فترة والمدة كذا ماتش وعرب بعد منتكلم عن تولاثيات كولر زي ما كنتم قولوكم من شوية واضح ان بقى فيه تصعيد وصلنا اللافل جديد هو ربعيات كولر بعد ربعية الزمالك امبارح طبعا حققنا ربعية جديدة في ماتش المقولين العرب اللي انتهى بنتيجة اربعة واحد على استاد المقولين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز ونقدر نقول ان كان فيه سيطرة اهلوية على معظم فترات المباراة وكان فيه اكتر من فرصة للتسجيل والتهديف اتحقق منهم اربعة الاول طبعا بتوقيع اليو ديانج في ديئة 17 ثم تعادل للمقاولين جوزيف اوشايا برقصية في ديئة 24 بعدها محمد شريف سجل الهدف الثاني من رقصية جمدة جدا الحقيقة كانت في ديئة 52 ثم اضاف طهر محمد طهر الهدفين الثالث والرابع في ديئتين 66 و88 ده طبعا كله غير هدف كان في الصوت الاول لمحمد شريف لكن طبعا ما تحسبش انه كان في وضعية تسلل كمان مع الدقائق الاخيرة للمباراة كاد محمد شريف ان يفعلها مرة اخرى ويضيف الهدف الخامس في ديئة 92 لكنه للأسف الشديد سنددها فوق العرضة طبعا بعدها اطلق حكم المباراة صفرت النهاية بفوز النادي الاهلي اربعة واحد في كل الاحوال المباراة كانت ممتعة جدا زي ما كولر يعني وعدنا وقال ان النادي يعني بيوعد الجماهير بالفوز في باقي المباراة المتبقية في هذا الموسم ويعني عشان مش عايزين يفقدوا شغف الفوز على حد تعبيره بص يعني خلينا نتكلم شوي برضو بلغة الارقام انت بتتكلم بالنسبة للدوري ده الفوز رقم 25 يا كريم من اجمالي 31 مباراة احنا لعبناها تعديلنا في 6 مباريات ما فيش ولا خسارة فيعني لا كولر هدفه كان ان هو يحطم الرقم خلينا نقولها القياسي الاكتر حصدا للنقاط في تاريخ مسابقات الدوري يعني وحنا حققنا ده فانجاز طبعا كبير جدا رقم قياسي لما وصلنا كمان للنقطة بتتكلم 89 لو هنرجع شوية مع فيلر فانت بتعيد تاني ام جاد فترة كانت موجودة وبتعديها يعني بلغة الارقام انت بجد بتحقق انجاز كبير جدا على الارض كان حضيف على كلامك واكد كان ماتش طبعا سريع جدا وكان فيه سيطرة على او من الاهلي على وسط الملعب زي ما احنا شفنا رجل المباراة يمكن كمان هتكلم عن كوكا كان اكثر من رائع كان متقلق بشكل كبير فبنوصل للنقطة 81 واعتقد يعني متوقع الى حد كبير هذا النجاح وهذا التقلق لان احنا خليني اقول كالر عودنا على كده بصراحة ولعبتنا مع كالر برضو هذا الموسم عودتنا على كده فبالتوفيق في اللي جاي ان شاء الله وانا شايفا ردود الافعال كلها بقى لما تيجي تتابع بعد كل مباراة كريم ردود الافعال المختلفة سواء الصفحة عندنا او على تويتر او غيره تلاقي الناس سعيدة جدا فخورة بالاداة والفخورة بالمستوى اللي وصل لي النادي الاهلي فيه ردى عام ودي على فكرة مش بتحقق بسهولة فدايما حتى معفوز لو انت ترجع شوية الورا بيبقى ممكن نفوز في المباراة تلاقي برضو في بعض الانتقادات حد من طرق لعب من فرص ضائعة من غيره لمسات الأخيرة المس باس غيره لا لكن في العموم دلوقتي نسبة الردى اعتقد معدية 80% فيعني ده انجاز كبهر طبعا وما فيش اي تعليق سلبي من عينة ان اللعب الفلاني او اللعب العلاني ما بيعملش اللي عليه لا احنا بنشوف كل اللعيبة الحقيقة عامدين اللي عليهم مزيادة حتى مع تغيير مراكز البعض منهم في كتير من الاحيان فيه ايجادة تامة وفيه سيطرة كاملة وفيه تحكم كامل الحقيقة من لعيبة النادي الاهلي على مجريات معظم المباريات اللي خذها النادي الاهلي في الفترة الاخيرة بمناسبة بقى كلامنا عن كولر تعالوا بقى نروح ونشوف كده ونتعرف على جانب من تصريحاته اللي قالها وقال من خلالها انه فخور جدا بكل لعيبة النادي الاهلي وعمل سترس قوي على تفصيلة انه مفيش حاجة اسمها لعب اساسي او بديل لانه كل اللعيبة اساسية طبعا سياسة التدوير كمان اللي ماشي بيها كولر بالفعل الحقيقة حققت اهدفها وبشكل لافت للانظار في الفترة الاخيرة يكفي انها حفظت على اللعيبة او ممتاي لفترة الاخيرة او ممتا أمراك اشترك في المعارضة المتحدة وكأنني أمراك في المعارضة في كل موزف الأمام فما ممتازل تمت منها في المعارضة المعارضة للمعارضة لم يأتي لذلك تنفيذ من أساسي ويشأني أيضا من أنقره وكبه يمتحى الهدفات والمهاتف ومعهي عميزة المعارضة ويشأل الانضافة وكان في المنزل في المنزل الثاني في المنزل الثاني ويساعد أيضاً لطاهر طاهر عدى بشيات كثيرة محن وصعود وهبوط وإصابة ويطلع وينزل فحاربت كثير ونهاردة قدر بشط تاني بالزاد أدى أداء كويس جداً وكافئ بأنه جاب بونين سكوتش مبروك نهارد عبدالوس سيئلي إصرارك على الجافع بالعناصر الأساسية وركاز السيري اداء طاهر أداء رجزي من 5 الاعبات الأساسين التي بشاكته في المنزل فحاربت داخل حكس جداً هل هو عارس لحاقة الحمد فيجد فيجدد إلى هذين وكمان عداد من الكاس مصر سأت أبدأ من أظهر في اللعبة الطاهر الأساسية فهمة فسي داخل أقرب الأساسين الذين ينزلوا هفو سأتداء أكثر سميش محمد ذي وقت شام شميلة أو قطيقه مت 5 من شام شميلة يجب ان 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 يجب تدعج ونحضت عن الوقت نحضت عبارة ثم تخطير وكاروا يجب ان كانت على تقلق نحا. حt. باستمر الحمق وزكان جميع الاعتناء نعم التعيش في المقابلات اتضافي من هذا المقابلات ومن الوقت الاشترافية من الذين لا بدون كانتظهنا كانت تشغيل مجموعة تشغيل واجهو تصدقت مع تلك الأمر ونحن ننتج أولاد أشخاص في نواقف إنه أولاد أشخاص ونحن نشخاص ويشخص إنه أولاد أشخاص ونحن نشخص في نهاية أخرى وتأكد أشخاص ونحن جميعاً نحن لدينا أشخاص في البداية أنت تحدث نهاية اسمها لعيب أساسي كل اللعيبة اللي شاركت النهاردة شاركت قبل كده كل اللعيبة تقريباً واخدها دقائق مشاركة عبر الموسم كله احنا من أول الموسم و احنا بنحاول ان احنا فكرة التدوير ان احنا نعملها ان كل يشارك كل رجل في الملعب كله موجود اه ممكن دقائق المشاركة بتزيد او بتقلم من بعض اللعيبة لكن مفيش لعيب تقريباً ملعبش معانا من أول الموسم في القايمة كلها آما بالنسبة ليو لعيب أساسي هو اللعيب التي täوج بценد الأساسي يوم المازر هو التعريبه للعيب الأساسيwynا فهنا ن نكون اللعيب أساسي ولعيابل مش أساسي عندما قلت مستدحمي د Mireille أيضًا freueما إنهم هذا جدا مرة تانية وبتكلم على فكرة التدوير وان احنا كل اللعيبة زي ما ضحيك شاركت كل اللعيبة بتشارك طول الوقت انا فخور بفكرة التدوير اللي احنا عملناها وان احنا قدرنا ان احنا طول الموسم نحافظ على العيبة انا ما عنديش زي ناس ممكن تانين عنديش 15 لاعب هما دول باعتمد عليهم اهلا بالوقت طول الموسم والباقي بيشارك عدد قليل ما عنديش فكرة دي اصلا كل اللعيب عندي زي بعض كل اللعيب عندي اساسية وده انا هاي باين هو عملتي احصائية بعدد دقائق مشاركة بتاكل اللعيب هتلاقي ان اغلبهم اغلبهم من بعض ما فيش حد بعيد او عن التالي تصريحات دي اعتقد تصريحات مشجعة جدا ومحترمة لما تيجي من مدير فني بيدي كل واحدة وبيدي كرادت لكل لاعب عنده وفكرة ان انا بقولك انت مفيش هاجة اسمها لاعب بديل انت لاعب عندي اساسي ونفس المستوى اللي انا بحافظ عليه على الفريق الاول والسكواد الاساسي هو نفس المستوى اللي انا حابب فيه البودلاء عندي يكونوا موجودين او الفريق المتبقي يكونوا موجودين عليه فبحترم جدا تصريحات كولر بصراحة رجل يعني فعلا بيعرف يتكلم جاي ما بتقيم دايما تصريحاته متوازنة وموضوعية وما بدورش على اي شماع يعلق عليها اي سلبيات صحيح واست من اللقطات بقى الحلوة الحاجات اللي بتيجي بعد المطشاط الاحتفال بتاع اللعيبة اللي كل لاعب فيهم بيكون لي يعني الستايل بتاعه طهر محمد طهر ليه ستايل انا مش عارفة يا الرقصة دي رقصة نسميها اي فيه ناس قالت عليها رقصة البطة انا مش عارفة بس هي حلوة اني واي ممكن بلاتي حضراتكم اكيد عارفينها اهي قطالي رقصة البطة دي يعني بس هي بقى الترند بشكل كبير وفكرة ان انت النادي الاهلي لما لاعب عندك يبقى ليه رقصة معينة وتلاقي النجوم يعني عالميين برضو بيخشوا ويعملوا يعني يعملوا تويتا بشكل الرقصة بتاع تلاعد من اللاعبين عندنا اه 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 اعتقد دي برضو او ده نجاح كبير ففي الاول وفي الاخر فخليني على كل حال اروح انا وكريم حضراتكم دلوقتي ونشوف بعض التصريحات اللي كانت طبعا ليه بعد اللاعبة مبارح بعد المباراة يعني كان فيه عندنا تصريحات خاصة بكريستو وعندنا طبعا كوكا خلينا نتابع الحمد لله دي حاجة كويسة جدا الاولمبياد دي مش ناس كتير بتروح لها فاكيد ده كان هدف بالنسبة لنا احنا واللعبة كلها فالحمد لله كلنا كنا رجالة من اول ماتش حتى في اول ماتش كان حصل تعادل والدنيا نزلت شواء لكن احنا كنا واسكين من نفسنا ولمنا نفسنا بسرعة والحمد لله قدرنا بس في النائزة ايما الناس كلها شافت كده كان فيه ظروف مختلفة بس الحمد لله يعني هدفنا كان نروح اولمبياد باريس وده حقنا يعني الحمد لله قبل ما اروح للمباراة بقى وخلاص احنا روحنا للمباراة كلمني عن جمال الاسيست بتاع الجون الاولاني لليدي يانج لمسة الفنية من كوكا والاسيست كان يعني كل من في الملعب تسقف وحيا كوكا على البصدر الحمد لله ده كله في الاول في الاخر توفيه وربنا الواحد بحاول يعمل عليه وحاول يساعد الفريق وحاول يبزه الاقصى مجهود فبتلعب في النادي الاهلي فمفروض ده اللي بتقدم ده الطبيعة الاف في النادي الاهلي بيلعب ده المفروض ده الطبيعي اللي بيقدمه مش مش حاجة مختلفة ولا حاجة جمدة يعني فالحمد لله ده توفيه من ربنا يعني في الارف الاخر ممكن نهاردة مباراة كبيرة بتستحقق جايزة رجل المباراة عملت مباراة كبيرة كابتن سيد انا بتكلمه قال لواحد من نجوم المباراة النهاردة يا كوكا تقد ثقة الجهاز الفني ثقة مارسل كولر في كوكا اعتقد ده مرضودها بجايزة رجل المباراة الحمد لله زي ما قلتلك الواحد بيحاول يعمل عليه وديبتي بقى حاجة بسيطة يعني نقدمها دايما في الملعب فالحمد لله الواحد دايما بيحاول موت نفسه ويحاول يكون موجود بشكل كويس لما ياخد فرصة فالحمد لله النهاردة الواحد ربنا قرم يعني الحمد لله انا عارف تفاصيل خاصة بكوكا في الملعب وبرى الملعب لكن في فرد انا باستغل وجودك النهاردة وباستغل جايزتك ان انا عايز ادي له جزء من حقه هو والدك الحاج نبيل يعني اعتقد انا من وانت في النشاء النادي لأيلي ما سباكش في مرة ما سباكش في ماتش اعتقد النهاردة مهم جدا ان احنا ندي له جزء من حقه يا كوكا لا مش جزء لحقه يا اخو كل حاجة يعني والدي من زمان وفي ظهري دايما دعم ليا دايما سند ليا فبهدي له الجايزة دي وان شاء الله دايما احاول الافضل اكثر مبهود لي والام والعيلتي كلها دي اللي حاجة نقدمها اليوم يعني مشانا بس لكل الناس اهم حاجة طبعا عائلتنا والدي ووالدتي دول اهم حاجة في الدنيا يعني احنا نلعب على شعار النادي بتاعنا خلاص حمد الله كسبنا الدوري بس لازم نكمل الدوري على محسن مياكم ان شاء الله نكمل كل مبارات بربح ان شاء الله اول مباراة كريستو يبدأها من بداية التشكيل من الديئة الاولى اعتقد مهم جدا ثقة مستر مارسل كولر كريستو من بعد ما رجع من مشاركته مع منتخب تونس المستوى مختلف الاداء مختلف اعتقد ده امر مهم جدا بالنسبة لك كريستو طبعا الحمد لله كانت مباراة جيدة اليوم الحمد لله ان شاء الله هنكمل كده وان شاء الله هنربح اكتر بطولات ان شاء الله اهم التعليمات الفنية اللي قاله لك النهاردة مستر مارسل كولر قبل المباراة أحد معك كل كلم معك كل كلم والله زي ما تكلام معي اللعيف يعني نفس التعليمات متعاجه كل اللعيب التلعب اه في في اهшь في ستيودوجال في اللعبة نلعبها الحمد لله طبخنا كل تعليمات متعالي مدارب يكسبن ان شاء الله حاية اس pedale كريستو نعم اعرف ان اقاربا اللعبين الي كريستو وعلي معلول يعني عالي بتكلام مerya kえー общем اعجاباتけ نتعارف قيمه تعالى جمهور النادل آلي بتعمل مع علي معلول ازاي قل للدوري الكبير جدا اللي بيعملوا معك علي معلول طبعا علي من اول يوم كان معايا كان في ظهري دايما يساعدني كتير الحمد لله اللي هو موجود معايا كريستو جرب الأكلات المصرية ولا لسه كريستو اه طبعا احب بقى الأكلات اللي انت جربتها المصرية كده ديني انت ما انا عارب بعض الأكلات التونسية لكن اعمل الأكلات المصرية اللي انت جربتها هنا يعني في مصر ما جربتش كتير بس كليت فول وطعامية وحاجات كده لا خلاص كده انت خد الجنسان المصرية يا كريستو اللي جاي ايه يا كريستو شايف الدنيا ازاي شايف الامور بالنسبة لك موسم تاريخي بالنسبة للأهلي بطلبة حقها مع النادي الأهلي طبعا الحمد لله عندي استشور مليجت هنا الحمد لله اكسبنا كتير من بطلات ان شاء الله كل سنة كده ان شاء الله طيب انا بس قبل ما نروح للخبر اللي بعد كده عايز اقول حاجة كنا ليس انا وكريم منتكلم فيها لقطة كانت حلوة بارح من طهر محمد طهر لما راح بعد المباراة وسلم على كابتن شوقي غريب وبس راسه يعني كانت لقطة محترمة لان طبعا احنا عارفين ان طهر محمد طهر كان يعني يبيلعب في المقاولين ففكرة ان انا يعني بدي مش هقول اهتمام هقول بحترم الرموز اللي انا كنت بعمل معاهم الرموز الكبيرة المكان اللي انا بتريد فيه كل دي حاجات مش اي حد يفهمها ومش اي حد يعملها بالمناسبة يعني الناس اللي عندهم فعلا مبادئ هي دي الناس اللي بتراعي ده قوي حتى بعد عشرة طويلة وبعد سنين طويلة جدا ما بننساش الناس اللي ليها فضلة علينا ما بننساش ابتدينا منين فلقطة كانت عجبتني ومش انا بس بصراحة ناس كتير لقيت عليها يعني لان فيها كل خصائص الشخص النبيل المحترم الاصيل اللي بيمتن الاصحاب الفضلة عليه اللي ما بينساش اي كيان كان بينتمي ليه قبل ما يفصل يعني ليه النادي الاهلي فالحقيقة يا طهر محمد طهر لعب مميز على كل الاصعيدة حتى على الصعيد الشخصي والانساني عنده كارزمة شديدة الخصوصية خف الدم المرحوظة وبالذات فيكونه يعني من ملوك الاحتفالات في الفترة الأخيرة كل يقول لي يعني كل فترة والتانية يجي مقاوم ترند جديد باحتفال جديد فربنا يديم علينا الاحتفالات دايما يا رب في النادي الاهلي تعالوا بقى نروح لخبر مختلف حبتين والحقيقة فيه سيطرة من منتخب مصر الخماسي الحديث على منصات التتويج في بطولة العالم للشباب تحت سن 17 سنة اللي انتهت فعالياتها بالأمس في مدينة الإسكندرية حصاد مصر فيها دي البطولة كان الفوز بسبع ميداليات أربعة دهب واثنين فضة وواحدة برونز يعني الحقيقة كانت البطولة مهمة جدا شارك فيها مئتين وعشرة لعب ولعبة من خمسة وثلاثين دولة مختلفة كلام جميل هنتكلم كمان فيه سيطرة بس في لعبة تانية بنتكلم هنا عن المنتخب الوطني لريشة الطيرة ذوي الاحتياجات الخاصة فازوا بعشر ميداليات خلال بطولة إفريقيا اللي هي مقامة بالعاصمة الأغندية عايزة أقول لكم بقى ست ذهبيات ثلاث فضيات وبرونزية حاجة بجد محترمة برافو عليكم شرفتونا كالعادة خلينا نقول فعلا شرفتونا كالعادة وتحية كبيرة لهم رفعوا اسم مصر برضو وخلوه في صدارة الترتيب العام للبطولة القرية ده بلغة الأرقام وبنتكلم ده للعام التاني على التوالي بالتوفيق وإن شاء الله تكونوا معنا لأن احنا بنبقى حرسين أنا وكريم برضو إن احنا أبطالنا يكونوا من دوي الهمم معنا في عشر صبح في الأهل على مدار التلات سنين لحد دلوقتي تقريبا ما فيش رياضة ما كانش معنا فيها بطل أو اتنين يعني من أبطالنا في مصر في الرياضات المختلفة من دوي الهمم ملف بنهتم بيه جدا فإن شاء الله في الفترة اللي جاينا وعيدكم يكونوا معنا وكمان من الحاجات الحلوة قوي نحنا بقلنا فترة كل يوم التاني نتكلم مع حضراتكم عن إنجاز ما بيتم بمعرفة فريق من الفرق المصرية منتخب مصر في الرياضة من الرياضات فاستكمالا بقى لجولتنا يعني في الرياضات المختلفة ومشاركات مصر في البطولات العالمية مبارح حقق منتخب مصر تحت سن 19 سنة أنسات لكرة السلة فوزه الأول بكأس العالم أمام منتخب الصين وحول تأخره في المباراة لفوز بنتيجة ستين ستة وخمسين كانت الحقيقة مباراة ولا أرواع وكده يكون رفع منتخب مصر الرصيد إلى تلات نقاط من إجمالي مباراتين خدهم حتى هذه اللحظة بعد الخسارة أمام الشيك والفوز طبعا على الصين ليتصدر المجموعة الرابعة في كأس العالم طيب هنروح نتابع التقس زي ما احنا متعودين وخلينا نحاول نشوف كده الوضع عندنا إيه لأن الفترة اللي فاتت كنا منتكلم عن ارتفاع ملحوظ في العالم كله في درجات الحرارة ليش فقط أكيد في مصر لكن كان الدكتور منار قالت لنا إنه هيكون فيه يومين شوية التقس معتادل في يوم لكن هتعود مرة تانية الحرارة ترتفع وربما كمان أكتر من الفترة السابقة فعني خلينا نحن نتابع درجات الحرارة وعن نروح فصل نرجع نكابل عودة العشرة الصفحة في الأهلي أهلا من كل حضراتكم مرة تانية خلونا نعرف آخر الأخبار والمستجدات في النادي الأهلي واللي حتعرفنا كل التفاصيل دي هي زمنتنا العزيزة النورهان طمان وهي متواجدة حاليا في النادي الأهلي بالجزيرة نورهان صباح الفل عليك تفضلي يا صباح الخير يا كريم صباح الخير نهوان وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان زي ما قلت يا كريم وزي ما عودناكم احنا هنا من مقر النادي الرئيسي بالجزيرة عشان نطلعكم على أبرز وأهم أخبار النادي وكمان نقول لكم الأجواء في الساعات الأولى من صباح اليوم وزي ما طبعا احنا متعودين في الساعات الأولى من صباح اليوم الأبواب طبعا بيتم فتحها لإستقبال الأعضاء ويمكن في حضور يعني بشكل كبير النهاردة في الساعات الأولى من صباح اليوم على رغم النهاردة يمكن حتى مش يوم أجازة ولكن طبعا في العديد من الأعضاء بيحبوا بيكونوا متواجدين في الساعات الأولى من صباح اليوم من داخل مقر النادي أما بقى على مستوى فريق الأول لكرة القدم فطبعا نحن بارك للفريق الأول على طبعا الإنجازات اللي بيحققها بعد ما طبعا حقق الرقم 43 في طولة الدوري والفوز أمس على المقاولون والفوز الكبير والعريض طبعا بنفس النتيجة اللي كانت أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك في المباراة اللي كانت في الجولة الماضية كمان خلينا نقول لكم أنه يمكن الأجواء كلها الحمد لله هنا في النادي بعد الفوز أجواء كلها بهجة وأجواء كلها تفاؤل بما هو قادم مع مستر كولر مش بس في الأرقام القياسية الممتظرة أنه يحققها يمكن في بطولة الدوري اللي لسه طبعا النادي الأهلي ليه مباريات مؤجلة فيها ولكن يمكن كمان زي ما عودناكم منحب طول الوقت نتكلم مع الأعضاء هنا ونشوف هم اهتماما هم اهتماماتهم ايه ورأيهم ايه فيما يخص تحديدا طبعا الفريق الأول لكرة القدم وزي ما قلت لكم حالة من التفاؤل والبهجة بما يقدمه الفريق الأول طبعا على مستوى سواء على المستوى المحلي أو طبعا القري كمان خلينا أقول لكم أنه يمكن تواصلنا مع دكتور أحمد أبو عبلة طبعا طبيب الفريق فيما يخص طبعا محمد شناوي زي ما شفنا أنه خرج في الدقائق الأخيرة من مباراة أمس كنا عايزين نطمن طبعا على قائد نادي الأهلي طبعا محمد شناوي والحقيقة أنه طبعا دكتور أبو عبلة طمننا على نجمنا نجم محمد شناوي وعلى مدى حجم إصابته وقال لنا طبعا وخص قناة قناة الأهلي بهذا التصريح أنه محمد شناوي بيعاني فقط من بعض الألام العضلية والنهاردة هيتم إجراء إشعة لتحديد حجم إصابته ولكن أكد لي أنه تشخيص المبدئي للعب أنه بعض الألام العضلية فقط وأنه اللعب هيكون جاهز في أي وقت لطبعا الجهاز الفني إذا حب يشركه فيه المباراة المقبلة وطبعا إذا نحن عارفين أن نادي الأهلي طبعا هيواجه حرس الحدود يوم الأربعاء المقبل على أستاذ القاهرة في السامنة والنصف مساء طبعا كل الأمنيات القلبية لفريق نادي الأهلي أنه هو يستمر على الأرقام القياسية حتى بعد ما طبعا حققنا لقب بطولة الدوري كمان يمكن النهاردة كل اللاعبين اللي شاركوا في المباراة أمس هيأخذوا تدريبات استشفائية طبعا مع الجهاز الفني وهيكون فيه جلسات خاصة مع اللاعبين وإذا ممكن شفنا مبارح ميستر كولر يتكلم عن سياسة التدوير جوه الفريق وقال أنه ما عندوش لعيب أساسي وما عندوش لعيب احتياطي يمكن ده تصريح مكرر لميستر كولر في جميع مؤتمراته الصحفية عقب المباريات اللي احنا طبعا الحمد لله بنشوفها وبنشوف قد ايه الفريق الأول كل اللاعبين اتطوروا كل اللاعبين بيسجلوا كل اللاعبين متوجدين بشكل ما أو بآخر مع الفريق سواء كان على الصعيد الأساسي أو الاحتياطي كمان خليني أقولكم أنه يمكن طبعا بعيدا بقى عن الفريق الأول رحنا للألعاب الأخرى ورحنا لكرة اليد ونهاردة فيه تدريب للفريق الأول لكرة اليد رجال تواصلنا طبعا مع الجهاز الفني وده يمكن رابع تدريب للفريق استعدادا للموسم الجديد وكان لنا بعض الأحاديث مع مستر ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق أنه يمكن سعيد بأنه هو رجال الموسم الجديد لأنه طبعا نضم للنادي الأهلي ونضم للجهاز الفني والأهلي تعقد طبعا معاه في منتصف الموسم الماضي ولكن قدر طبعا مستر ديفيد أنه هو يحقق أرقام قياسية أيضا ويحقق بطولات على المستوى طبعا كرة اليد شفناها كلنا وشفنا قد إيه النادي الأهلي بيحقق يعني على جميع المستويات سواء الألعاب الجامعية أو الفردية موسم إعجازي للنادي الأهلي على جميع الأصعيدة والحقيقة أنه ده يحسب طبعا لمجلس إدارة النادي الأهلي اللي بيقدم كل سبل الراحة وكل الإمكانيات سواء المادية أو طبعا الفنية لجميع الأجهزة الرياضية سواء كل على مستوى كرة القدم أو اليد أو كرة الطائرة أو البسكت كل الألعاب الجامعية وأيضا الفردية شفنا طبعا مجلس إدارة النادي الأهلي بيدعمهم إزاي وبيسندهم إزاي وكل التدعمات المطلوبة بيقدر مجلس إدارة النادي الأهلي بشكل كبير جدا هو يوفرها وعلى ذكر بقى مجلس إدارة النادي الأهلي وعلى ذكر الإنجازات يمكن طبعا إحنا شهدنا أو يعني رصدنا حالة من يعني الاهتمام الكبير جدا من قبل أعضاء هنا نادي بالمنتجع السياحي المفتتح طبعا مؤخرا في مارينة يمكن إحنا تواصلنا أيضا مع المسؤولين عن هذا المنتجع وقال إنه يمكن فيه طلبات كتيرة جدا جدا من قبل الأعضاء هنا أن هم عايزين يروحوا وعايزين يشوفوا منتجع النادي الأهلي في مارينة وده طبعا بالتزامن مع طبعا مهرجان العالمين الجديدة اللي طبعا الحدث المشرف اللي بتشهده مصر وطبعا إحنا متابعينه على مدار الأيام الماضية وقد إيه يعني المهرجان بيؤتي بثماره فيه طبعا على الصعيد السياحة وعلى النشاط السياحي بشكل عام في مصر فيه طبعا السنوات الأخيرة دي كانت أبرز أخبارنا هنا من مقر النادي الأهلي بالجزيرة شكرا لكم جدا وعودة مرة أخرى إلى الاستوديو نشخورك شكرا جزيلا زمانتنا العزيزة نورهان طمان على هذه التخطية المتميزة شكرا لك يا نورهان في بقى كده كم خبر أو خبرين تحديدا كنا منتكلم فيهم أنا وكريم قبل الهوى ودي بتبقى أكتر حاجات عاملة مشاهدة على السوشل ميديا تحديدا والناس عاملة شار أو متكلمة عنها طبعا هنتكلم عن يعني من ساعات قليلة جدا كان حفل تقديم ميسي كلاعب جديد في النادي انتري معامي الأمريكي واللي ناس كتيرة بالمناسبة عشان فرق التوقيت في مصر كانت صهرانة علشان تتابعوا يعني ده حتى كانوا ناس كتبة كده تويتس كتيرة بيتكلموا أن هما هيصهروا علشان يتابعوا الحدث وانت بتتكلم عن 150 وسيلة إعلامية كانت موجودة يعني بس في حفل التقديم فده فعلا زي بمتقال عليه حدث عالمي العالم كله بيشهدوا يعني فعلا مرة بتحصل أو بتحصل لأول مرة أصلا في تاريخ الدوري الأمريكي فكرة مش احنا قلنا كلام ده قلنا ميسي هل هيضيف للدوري الأمريكي ولا لا هو فكرة بس احنا لسه البداية الحفل بتاعه شوفوا إزاي عمل يعني مشاهدة من العالم كله واهتمام من العالم كله غير مصبوك عمرك سمعت عن الدوري الأمريكي أنا قلت الإنجليزي اللي فاتت لخبط عمرك سمعت عن هو فرق ضخم بين الدوريين حتى المسافة معينها يعني أول مرة تلاقي فيه اهتمام من العالم كله عن الدوري الأمريكي فدي أول حاجة اتحققت يعني فكرة أن انت هل ده حيلفت نظر العالم ليه آه حصل يعني الحفل طبعا كان موجود أو أقيم في ميامي بس اتأجل حسب المعلومات اللي بصلت لنا تقريبا ساعة ساعة ونص حاجة زي كده عشان كان فيه سوء للأحوال الجوية لكن زي ما احنا عارفين هو ميسي تعاقد مع انتر ميامي في صفقة الناس برضو كانت في الأول مش فهمة هل هي هتكون صفقة نكحة ولا لا بس هي صفقة حيبان بس البشاير بتاعتها كانت بتقول أن هي صفقة أعتقد هتكون نكحة بشكل كبير جدا كمان للجانب الأمريكي فصفقة يعني اعتقد مش بس نجاح للجانب الأمريكي هي نجاح لديفيد باكهم لو هنتكلم بقى طبعا الأسطورة الكبير الإنجليزي ونادي منشستر يونيتد لأن انت بتتكلم هو قدر برضو طبعا مالك انتر ميامي قدر أن هو يقنع ميسي فترة اللي فاتت أنه ينضم للصفوف عنده بمدته تحديدا عامين ينتهي في عشرين خمسة وعشرين فبردو ده نجاح كبير جدا للجانب ده عصا عيد التاني بقى جانب ميسي حنشوف الفترة اللي جاي بس زي ما قلنا برضو هو مش فارق معايا يعني هو ما اعتقدش فارق معايا ولا الناس منتظرة منه يعني حاجة تانية يضيفها ولو ما ضفش حاجة مع الدوري الأمريكي على فكرة ما اعتقدش برضو حد حيزعل قوي من يعني المتابعين الحزب الحقيقية محدش يعرفها هي موجودة فقط فيه دماغه هو لأنه سيب العالم كله ما بين تكهناته هو حيروح الدوري الأمريكي ولا حيروح الدوري السعودي بعدما الموضوع تحسب الناس كلها قاعدة تقول لك الله طب بناء على اي سيب العرض الخيالي من الجانب السعودي وروح انت الميامي اللي طب فصيله زي ما انت بتقولي حتى الدوري الأمريكي ككل بكرة القدم ما هوش يعني الدوري الأعظم لكن الحقيقة برضو محدش يعرف الحزب غير صحابها هو اكيد شاف ان فيه مصلحة اكبر بالنسباله الناس كتير اتكلمت عن ان كمان اللي زوجته بطبيعة الحال قول في موضوع ان هما يعني يفضلوا ان هما يعيشوا في نمط الحياة الأمريكي الله هو اعلم بيدي الحكاية بس في كل احوال دي برضو حلاوة وخصوصية نجوم العالم في كرة القدم اللي اي لفتة بيلتفتوها العالم كله بيتباحها وبيحضرها حصل مع كريستيانو في الدوري السعودي حصل دلوقتي مع ميسي في الدوري الأمريكي واللي هما اعتقد الاتنين ما كانش العالم بيهتم بيهم قوي يعني ما كماش من افضل الدوريات في العالم ولكن العالم كله لان عندك نجمين كبار جدا عالميين انضموا ليهم فالعالم كله فعلا تابعه زي ما انت بتقول بالنسبة لبقى بما نحن بنتكلم عن كريستيانو بما نحن بنتكلم مش كل الناس ومش كل الأسر عندها القدر ان هي فعلا تندمج مع ثقافات مختلفة يمكن ميسي مش من الناس او مش من العيلة عيلته مش من العائلات اللي هي ممكن تندمج مع ثقافات توتلي مختلفة عنهم لكن كريستيانو ورونالدو واضح ان هو وعيلته عندهم القابلية لان كمان من الصور اللي اكدت لنا الكلام ده مبارح كان ابنه كان لابس الزي السعودي وكانت لقت دي بقى تعمل لها شار اخر مرة انا شفت كان تقريبا نصف مليون ده يعني الكلام ده كان من فترة انا دلوقتي اعتقد العدد بقى أفضل بكتير مع جديته طبعا فبيأكد لك قد ايه هما اندمجوا في الثقافة هناك السعودية وثقافة العربية وكذا دي مش الصورة الوحيدة يا كريم دي اكتر من صورة لكريستيانو وغير لسه ما شفناش جورجينا اندمجت بس لا هي بتزبط حالها بتزبط حالها تتخربت دريا في المولات هناك في الفترة الاخيرة يعني بس كانت من زي ما كنت بقول لحضراتك انا وكريم من اللقطات اللي عاملة يعني شار بشكل كبير جدا على السوشال ميديا بصراحة لازم يعني يعني حفل ميسي ده الواحد وشوف قد ايه ناس كانت بتاهمة وزي بكنا بنقول احنا بقلنا فترة بنحاول دايما ان احنا نعرف حضراتكم كلما يعني لحت لنا الفرصة لده لاني ساعات بيبقى المدة الزمنية بتاعت التقارات بتجبرنا ان احنا من الحق شنعمل كده بس النهاردة ان شاء الله حنلحق نعمل ده ونتعرف كلنا على مجموعة جديدة من التمرينات الرياضية السهلة البسيطة اللي كل واحد فينا يقدر يعملها بمتال اريحية حتى لو في مكتبه لو في بيته مش لازم يعني يطرح لها جيم مخصوص او نشترك لها في نادي مخصوص كابتن محمود فوكس مدير جيم الرجال بينادي لأهلي فرع الجزيرة حيعرفنا من خلال هذا الفيديو على مجموعة من هذه التمرينات بعدها نطلع فاصل ونرجع بقى نستقبل ضيوفه صباح خير يا كريم صباح خير نهوان صباح خير جميل نادي أهلي العظام صباح خير لجميع عضاء نادي أهلي بكل فرور يا رب ربنا نحفظكم بكل صحة وسلامة يا رب طبعا نهارك ده رحبين نباك للنادي أهلي فرقة نادي أهلي طبعا يا جماعة كورت القدم بفرزها رقم 43 بمساوية دور العام ومتاز ودائما كده متصوقين وربنا يزيدنا بطوات كمان وكمان يا رب المناسبة يا جماعة هنكمل بس احنا تمرين الحلقة اللي فاتت منطقة الكور ليه أنا بتصبط على المنطقة دي لأن المنطقة دي أصلا ما كالسقل الجسم كل ما بتعمل سبورت العضلات اللي موجودة في المنطقة دي كل ما انت يكون وقفتك كويسة مشيتك صح واقف وصك من نفسك أي تمرين هتعمله وانت واقف هتعمله صح التلات مميزات دول انت أصلا أجد لي مش عايز حاجة أهم منهم انت بقف صح تمشي صح أي تمرين وانت بتعمله في الجيم او ايا كان في البيت وانت وقف بتعمله صح لأن انت عم قديت سقل لما يكفي السقل الجسم بتاعتك اللي هي عضلات البط عضلات القطنية ومنطقة الأرداف التلات حاجات دول لو انت سبورت عليهم او سبورت عليهم تمارين صح يبقى انت كده ماشي تمام في كل التمرين اللي جايب عدك عشان كده النهاردة هكامل بقي التمرين الحال اللي فاتت هنعمل تمارين لعضلات البط واللوارباك اللي القطنية تعني ابدأ اول تمارين طبعا تمارين شهير جدا اللي هو تمارين البط بحط طبعا زي ما احنا متفقين ايدي عند ودني كده بطلع بطلع النفس هنا طالع هنعمل التمرين نه تلات مجموعات في 15 تكرار سبعة تمانية تسعة عشرة هداشر اتناشر تلاتاشر اكبعتاشر خمستاشر هنعمل اربع مجموعات طيب خلصت التمرين ده ايه هو التمرين اللي بعده حط يدي كده منطقة الظهري من تحت وعندي لو انا لسه بجنر اعمل التمرين ده ده بشغالي منطقة السفلية للبط لو انا لسه بجنر طيب انا ادفانس او واحد لايب وعندي الامكانين اللي انا اشتغل تمرين اصعب من ده هعمل التمرين ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وكمل بيت الخمشة البطوعي طيب حاجة اصعب واصعب بعمل جمب واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة طبعا لاخر الخمشة البطوعي برضو اتفاقنا ان التمرين دي هنعمله اربع مجموعات طيب التمرين التاني او التالت والمهم جدا 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 واهمية التمرين ده يا جماعة ان برا في الفكر المتقدم في الرياضة ان هما بعملوا التمرين ده ونعملوا اي تمرين تاني في حياته التمرين البلانك لان هو ده بيشتغل من اول عضلات القرن لحد عضلات القلب لها السمانة جسمه كله مشدود في حالة التنشن وده اللي انا عارزه اصلا من اي تمرين فطبعا ده هنستخدمه على منطورة الكور اللي هي منطورة البطن ومنطورة اللوربان اهمها الجماعة في التامين ده اشنعمله صح نبدأ كده برجلين يبقى فتحة الرجلين بمستوى كده محدش يقفل لجلي كده غلط قفتح يجلي بمستوى كده فيه جسم كله مشدود وفي حالة توازي مع الارض يعني محدش يعمل لي دي غلط ومحدش يعمل لي كده غلط لازم قفل محدش توازي مع الارض طيب تالت حاجة كوعي زي ما احنا شايفين في الكاميرا كوعي تحت كده فيه ناس كتير بتعمل بلان كده غلط يا جماعة وفيه ناس كتير بتعمل بلان كده غلط لازم كوعي يبقى تحت كده عشان ما يقصرش على ما افصل لكده بطلع وشي قدام واتنفس واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة طيب التمرين الرابع واللي بياخد بقى منطقة القطانية وده اخر التمرين هنعملو مع بعض النهاردة بطلع ايدي اليمين ويجل الشمال قدام وبطلع ايدي اليمين مع يجل الشمال واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة دول كانوا اهم اربع تمرين او خمس تمرين مهمة جدا لمنطقة الكور اللي هي منطقة منطقة البطن، منطقة القطنية، ومنطقة الأجداف شغالة معنا، جواب الكنوز تمتعطوا بالنهاردة واستفدتوا بالتمايات مع بعض، ويكونوا استفدتوا النهاردة واتبسطتوا معنا، معكدت من هون فوكس وينادي الأهلي معالف السلام في حلقة جهة كتيرة إن شاء الله، معالف السلام عودة لعشة صفحة الأهلي، أهلا من كل حضراتكم مرة تانية، الحقيقة العادة أبطلنا الشباب المصريين لما بتتاح لهم الفرصة، ولما بيتلقوا التدريبات اللازمة، والدعم الكافي، والاهتمام المطلوب، بيتألقوا في كل الألعاب الرياضية، وبينافسوا بمنطقة قوة، وبيحصلوا كمان على ميداليات من أهم وأكبر بطولات العالم في الرياضات المختلفة مؤخرا، كنا مستضفين بطولة العالم للسباحة بالزعانف، ويضيوفنا اللي منورنا في الفقرة الأولى النهاردة هيعرفونا مشكورين على التفاصيل هذه البطولة منورنا محمد هاني صاحب دهبية السباحة بالزعانف، وكمان منورنا كابتل نحمود علي عبد السلام مدرب الرياضة لرياضة سباحة الزعانف صباح الفل عليكم، وأهلا بيكم، ومليون مبروك الله يورك حضرتك، شكرا صباح الهانا، وزي ما كريم بيقول بحقيقة عندنا أبطال في الرياضات يمكن زمان ما كانش ليها يعني متابعين كتير لكن هي قدرت تفرد نفسها على السحر ياضية، فأجيبت يعني النجاح اللي احنا دلوقتي بنحتفل به ده مجهود كبير هنتكلم فيه طبعا معك كابتل محمود، ومبروك عليك كابتل محمد شكرا وبص عايزين قبل ما نبدأ في تفاصيل طبعا البطولة، عايز أروح معاك في الأول إيه اللي بيخلي البطل يحول من السباحة العادية لسباحة الزعانف وبعد كده بردو كابتل محمود تخصصت في تحديدا سباحة الزعانف والتدريب فيها ممكن نبدأ من هنا، السؤال ده لي كنتم الاثنين، اتفضل هو بالنسبة للسباحة العادية هي سهلة وكل حاجة عادي ودي بتبقى البداية دايما؟ اه، دايما بتبقى البداية يعني عادي، ده الطبيعي ببدأ أتعلم الأربع عامات، في عامات بتبقى صعبة شوية، بتبقى خنق السباح زي سباحة الفراشة، ديت بتبقى صعبة شوية في المسافات بعد كده أنا نفسي بدأت أتجرب مع الزعانف شوية، نزلت كذا بطولة بدأت أتجرب الزعانف لقيت نفسي أرقامي قريبة فيها، اكتب حاجة اه، يعني تلقيت جاي فيها شوية، يعني أنا في الكلاسيك كانت أرقامي بعيدة شوية، يعني اللي هو كنت بعلق تاني، تالت وبطلع في كازز بالسابق معي في الزعانف جربت فيها، تلقيت نفسي منها جامد ودخل في بطولة كاس مصر وجبت رقم مصر وطلعت نفسك بطلولت لا يبقى هي دي بقى كنت مشارك في كاس مصر عرفت إن في بطولة كاس عالم أندية، فشاركت في كاس مصر كنت أول فيها، وبعد كيها دخلت كاس عام أندية، 19 سنة دخلت مركز سادس وأنا كنت 15 سنة طيب يعني كابتن محمود برضو نفس السؤال يعني من السباحة العادية تخصصت بعد كده تحديداً زعانف تمام ليه بقى؟ وهل كنت بتتمرن أصلاً تحديداً سباحة بالزعانف ولا كنت سباحة عادية؟ بداية محمد كان سباحة، سباحة عادية بس السباحة العادية عندنا في لعبة السباحة كسباحة متطلباتها صعبة شوية ليه مواصفات بدنية مثلاً معينة؟ مواصفات بدنية، مواصفات للسباح، لازم تمرين كتير، وحدات تدريبية كتيرة، إمكانيات عندنا في بورسعيد محدودة شوية، حتى نطلع أبطال سباحة ينفس ما شاء الله بإمكانيات قليلة بتطلعه يعني أبطال؟ تمام، في بورسعيد بالإمكانيات القليلة عندنا قدرنا نوصل أن نطلع أبطال عالم في سباحة الزعانف مش عندنا بطل أو اتنين، إحنا عندنا ثلاث أبطال من بورسعيد بنفسه عالم وبكوة أقتت بقى السباحة والسباحة بالزعانف في سباحين، هم بيبقوا تخصصهم بسباحة، بيلعبوا الأربع عمات فيه اللي بيكمل وبيفضل مكمل مع السباحة، وفيه اللي بيستسل الموضوع بتاع الزعانف والموضوع مستهل برضو، يعني السباحة بالزعانف مع أنه يبدو أسهل أن الزعانف تساعد على الانطلاق بسرعة أكبر ما هي التمام، ما هو برضو تبان أسهل بس هي لها درجة صعوبة الأداء اللي بيلبسوها السباحين في رجليهم سواء الزعانف أو المونو، لا هي المزدوجة أصعب فعلا، مش المزدوجة اللي هي يعني زعنفتين؟ الحرة، أه طيب، بس فيها درجة لا ده أنا فهم الحكسة، أنا مثل أصعب التانية لا، السباحة بالزعانف في درجة صعوبة أكتر من المونو اللي اتنين صعبين، بس أنا كمدرب بشوف أن دايماً المزدوجة أصعب من المونو يعني متطلباتها أكتر، الدرعات، الرجلين، الجسم كله حركة المونو حركة دولفينية شوية، معتمدة شوية على الوسط لكن المزدوجة، السباح المزدوجة كأنها حرة بالزبط وطبعاً سباقات السرعة فيها بتبقى سباقات قوية جداً زيها زي السباحة لا تقل يعني صعوبة عن السباحة العادية اللي هو الفريستايل العادي فمن هنا بقى شفت في محمد حتك بس هي عظوماً، احنا قلنا السباحة العادية فيها أربع ألعاب أو أربع عومات أو سباحات لكن في حالة بقى في حارة اللي هو السباحة بالزعانف، هي اتنين بس، اللي هي المزدوجة والمونو اللعبة اللي هو المية تانك والربعمية تانك موضوع كبير اه، الموضوع أنا مكون مخداش فاهمين كده لا، طبعاً، السباحة بالزعانف بقت صعبة جداً ولأن في دول جمدة جداً بتنفسنا فيها فمستوى اللعبة اتطور بشكل كبير أو السنين اللي فات دول فالموضوع بقى صعب والسهل برضي يعني مديلية عالم في بطولة عالم مناشئين موضوع ما كانش سهل خالص كم حد كان مشارك بقى بطولة العالم؟ طبعاً احنا كنا مصطادفانها حدث مفروض عالمي كبير جداً كم مشارك كان موجودها؟ كان فيه تقطية إعلامية كبيرة؟ كان فيه لقاءات اتعاملت معاكو؟ طبعاً احنا بنتكلم فيه لقطات على الشاشة برضا كان فيه 34 دولة مشاركة طبعاً يعني أقوى الدول كانت مشاركة ما كانش فيه دول ضعيفة كانت كل الدول القوية بس هي المشاركة وبالنسبة للتخطية الرياضية كان فيه كذا قناة طبعاً محلية ولا كان فيه تخطية إعلامية عالمية؟ لا كان فيه محلية ما عرفش فيه عالمية أو لا بس من ناحية الدول فهي كانت أقوى الدول بس المشاركة أقوىهم على الإطلاق يعني مش بس في البطولة دي عموماً من الدول اللي هي مسيطرة أكتر على الرياضة دي روسيا مش أكتر دولة مسيطرة وأنت قدلت تحصل على ذهبية مجلس طبعاً كبير كده بفضل بقى كابتن محمود يعني طبعاً والفضل الأول والأخير يرجع لكابتن سامح الشازلي هو اللي بجد بجد يعني عمل حاجة ما تعملتش قبل كده يعني لولا مجهوداته هو مجهودات الدولة كلها يعني الاتحاد المصري بصراحة الغوص والإنقاذ أول مرة يعمل الحدث ده على المستوى ده احنا كان معنا رئيس الاتحاد ده كابتن سامح كان ده رجل لطيف جداً كابتن سامح بصراحة عمل يعتبر إعجاز مع المنتخد ده جمع أجمد تشكيلة حصلت على مدار المنتخبات للسباحة الزعانف على مدار السنين اللي فاتت جمعهم في تشكيل واحد مع أقوى مدربين برضو كانوا منضمين للجهاز الفني بصراحة إنجاز بجد يعني يحسب لكابتن سامح الشازلي وبجد يعني شكر خاص لي وهو شخصياً يعني احنا عايزين بقى ناخد فكرة كده محمد ممكن يعني يفدنا في الحكاية دي فكرة إن انت يومك عامل إزاي؟ أولاً انت بتدري الصح لسه داخل تلتة سنة تلتة سنة طيب يا داخل على المعمعة كلها بتوفق إزاي؟ أولاً على الأقل الفترة اللي فاتت يعني وفقت إزاي ما بين الدراسة وبين التدريبات؟ يومك عامل إزاي؟ لأنه عارب برضو دايماً اللي بيتدربوا إسباحة تقايفوا ظروف ساعات الأقاصية جداً درجات حرارة في الشتاء والساعة خمسة الصبح في عز الشتاء مش كل الإنفسادات هيتد يعني أكيد مش بتتمرنه في صعب؟ بالنسبة التمريني أنا كنت بتمرن الصبح بدري ومسلاً بحط أنا بدروسي كلها أونلاين مبداياً والمدرسة طبعاً بتساعدني جداً في أني هي عارفة أن أنا مشغول جداً في كذا بطولة مهمة وعندي بطولة عالم وبسافر للمنتخب معسكرات كان فيه نص شهر معسكر مفتوح وعي كان شهر مقفول تماماً بعد الامتحانات معسكر مقفول بالنسبة للتمريني أنا كنت بتمرن الصبح بدري مثلاً أخد درسين وانزل بعكية الفتنس وبعكية أروح التمرين وفي الآخر خالص باب الليل ببدأ أكمل مذاكريتي عادي بس ما كانش بيبقى فيه ضغط يعني بس السوشال لايف يعني يعني بس تاري كريم الحياة الاجتماعية بتاعت.. يعني مفيش حياة اجتماعية للرياضيين عمتاً للرياضيين عمتاً والسبحين بشكل خاصي والأبطال منهم بصفة خاصة طبعاً طبعاً مطلوب منه ان هو لازم يفضل محافظة على مستوية مطلوب منه وحدتين تدريبيتين في اليوم بجانب الفتنس لازم مطلوب منه ينان بدري نظام تغذية معين ده بيحصل فين في بورسعيد بالمناسبة التدريبات والحاجات عندنا مجمع حمامات السباحة الأولمبي اللي هي المدينة الراضية حاجة على أعلى مستوى طبع وزارة شغاب والرياضة طبع يعني الوزارة شغاب والرياضة حمام سباحة على أعلى مستوى والعاملين بيه متفاهمين وبيساعدونا كتير جداً ان احنا يعني نوفر للصباحين الأبطال جاوا مناسب للتدريب محمد بردو في بورسعيد انت اصلا عايش بردو في بورسعيد تجايين من بورسعيد البدي طب حبد الله السلامة تجايين بدري قوي بقى هترجعوا على طول لا لعداد بقى يعمل غدا لازم يعني معين احلى غدا عدوه هم بورسعيد لا انت تتنورونا بقى بس كان من كزا سنة بس بتالي دلوقت تتحسنت أقل سمع فيه تطويق انا عام افعلوا البيج البورسعيد بيصوروا كل حاجة هناك لا بجد جميلة حاليا مريحة للأعصاب لو تحس ان انت حد شان الفيشة بتاعت ايقاعك بينزل محافظات ديك والسويس على فكرة مريحة جدا تشبهها أصلاً لا بس بورسعيد جميلة تحية بقى الاهلين في بورسعيد صباح الهانة طبعاً عليهم تميعاً اللي بيتابعنا مش كده مع التغذية في الحالة دي لا التغذية كل موجود في بقى على صعيد البنات يعني احنا نكلم السباحة بالزعانف هي مقتصرة على الرجال فقط ولا كمان فيه سيدات لا لا فيه سيدات وعندنا أبطال برضو وحققوا برضو مراكز البطولة اللي فاتت ديت برضو هنا طب هاين من مصر كم واحدة تقريباً على ما أتذكر فيه بنت بنت واحدة بس اللي علقت وكل البنات كويسين ما شاء الله بس الفريق مش بنت هو الفريق كان ما شاء الله بنات كتير بس كلهم ما شاء الله على مستوى الحدث قريبين ونتاجات نتاجهم كويسة وفيهم بنات صغيرين 14 سنة و15 سنة بيلعبهم مع 17 سنة فدي حاجة جميلة ومبشرة بالخير كان فيه ثقافة قديمة زمان عند البعض من الناس بالنسبة لرياضات من عينة السباحة أو جنباز العائلات اللي عندها بنات تحديداً بيمارسوا الرياضة دي كان البعض منهم العائلات اللي أكثر انغلاقاً منهم يقولك لا البنت لغاية سن معين وخلاص ما تكملش في الرياضة دي أو ما تكملش الرياضة عمومة فالفكر ده تغيينتوا أكيد لمسين ده بص هو مش مزال أول يعني الأول كان منتشر الموضوع ده بس هو مزال موجود بس مزال أول يعني مزال أول نزل برضو يعني الاتحاد مصري لغسل إنقاذ مسهل الموضوع علينا شوية أن فيه بدل شرعي للبنات يعني بدل بكم مقفولة للي مش عايز يلبس مثلاً شرط أو كده يعني الاتحاد موفر لهم البدل المناسبة اللي ينزلوا بها السباة فدي سهلت على بنات كتيرة قوي كانت بتيجي فعلاً عند سن 11 12 و13 توقف دلوقت بيكملوا ال 16 و 17 و 19 عادي من الضابع عادي نتمنى الثقافة دي تتغير بشكل كبير على السعيد التاني من توفر الأمان برضو للبنات والأهالي علشان من حقهم كمان طبعاً يخافوا على بناتهم لكن من حقنا إحنا كمان كجماهير مصرية لو عندنا بوتانشل حلوة من ناحية البنات و أي رياضة نستفيد بيها لأنهم بيرفعوا إسوة مصر بعد كده في بقى صورة معانا حلوة جداً و دي تأكد الرحلة زي ما كنا بنقول إحنا من احتفال دلوقتي لكن الاحتفال وراء قصص وكواليس هنا انتم الاثنين كنتوا صغيرين أصلاً ده تلمشوا أخرى يعني أحكي لنا بقى عن الصورة دي تاريخها دي كانت 2019 كانت أول مدلية جمهورية لمحمد كان مركز ثالث حتى أنا عامل مركز ثالث 19 حسنة محمد ده من زمان قوي شكلك صوار جداً جايلوه مش من باين ده طبعاً كان بوستن الاتحادي الدولي لمحمد نزله برقمه بترتيبه الأول طبعاً ودي شهادة من الاتحاد برضو الدولي جميل ودي صورة محمد مع دكتور مجدي أبو عرام عادو مجلس إدارة الاتحاد المصر لغوصو الإنقاذ ونائب رئيس الاتحاد الدولي لغوصو الإنقاذ هترنى أول صورة تاني بعد إذنكم يا جماعة لو سمحتوا أنا ما كانوا كبروا منذين شوية أنا عايز أقارن دي بالأولى يعني 2019 أول صورة دي كانت البداية لا ما كانت إيه بقى ما عشان كما أقول لك أنا بدقين 2014 بدقين 2014 وست دي أول بطولة دي أول بطولة جمهورية لمحمد كان مركز ثالث كان صغير ونت صغير بقى أه أنا كنت صغير برضو دلوقتي بقى وإحنا عندنا أبطال بيتم إعدادهم وتقديمهم للعالم حتى في ضوء نواقص وجود نواقص معينة نحن حدي كنت بتقول من شوية أن الرياضة دي برضو من الرياضات اللي بيبقى لها لازم لها دعم طبعا طبعا أنتو يلزمكوا إيه عشان الثلاث أبطال اللي من فرسعيد لوحدهم يبوا تلاتين أو تلتمية يلزمكوا إيه يلزمنا إيه بصراحة وكابتن سامح الشازلي البطولة دي بخلاش حد عايز حاجة ووفر كل الإمكانيات للعيبة سواء من تدريب معسكر طبعا كامل شهر شهر ونص كمان كان برضو في المدينة الأوليبية لأ كان هنا في الكاهرة كان هنا في الكاهرة وكانوا يتمرنوا في استاد الكاهرة على ملعب البطولة فبصراحة تكاتف الدولة كله كان مع السباحين دول لأنهم عملوا إنجاز بجد 14 مدينة طبعا في ظل منتخب متجمع يعني قبل البطولة بشهر معسكر مغلق دكتور أخصائي تغزية أخصائي علاق طبيعي مدربين على أعلى مستوى كل حاجة بصراحة يعني ما خلاش حد نقصوا حاجة في المنتخب على مدار الشهر وده ساعة كتير قوي 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 إن احنا نظهر بالمظهر المشرف ده دوليا احنا ترتبنا التالت على العالم ما شاء الله احنا ترتبنا البطولة دي تالت على العالم ودي ما كانتش بتحصل بس الحمد راح حصلت ما شاء الله عشان بقى نفضل محافظين على المستوى ده وتقريبا هم إن شاء الله برضو يعني كابتن سمح مكمل في المعسكرات للعناصر اللي هي الممتازة لأن دول أمل بقى للبطولات الجاية يعني عندهم بقى إن شاء الله بطولات كبار بقى أشارك فيها وأتمنى نحن مش خايفين عليك أنت بطولة العالم خلاص الحمد لله فإن شاء الله برضي بقى نفس المستوى أتمنى أن نحطم برقب مصر إن شاء الله برضو استكبالا لنفس سؤالنا سيبك بقى من البطولة الجاية أن أنت بتجهز لها وتستعدلها أنت عموما مفكر لنفسك إزاي أنت رسا دلوقتي شاب بتقولي هادي في مقتبل العمر وبتبتدي حياتك كبطل من أبطال العالم فأكيد برضو لازم يكون فكرك تغير تبقى للإنجازات اللي أنت أدركت أن أنت تقدر تحققها فمفكر لنفسك لقدام في إيه هل رياضة فيها بساحة للاحتراف مثلا يعني تفكرت في إيه يعني أتمنى أن أي نادي طبعا يعني أجنابي يعمل معي عقد بالنسبة للسفر وكده أنا أتمنى أن ألعب بطولة برة طبعا وزود سبقاتي أكتر بالنسبة للزعانف بس هي الزعانف طبعا أسعار خالية في زعانفة تانية هي الزعانفة المونو دي تقريبا وصلت للـ 50 ألف ده سعر حاليا في مصر شعر الزعانف 50 ألف أه دي الزعانف المونو فرق العملة طبعا هو اللي علت هو اللي علت الحاجة لكن هي سعرها برة ساعدت والاتحاد هو اللي بيكوفرت ولا مين يعني بيغطيها ولا لا أوليها الأمور طب ما ده مش حلو بقى ما دي كده مشكلة وده معنى أن في نواقع يعني أنا ابني بطل وأنا اللي بجيب له الزعانف بتاعته لا مش حلوة مش كله مش كله بصراحة هل الوضع ممكن يتغير في ضوء الإنجازات فيه أندية بالدعم يعني فيه أندية بالدعم الأبطال عندها لكن كأدوات على المستوى العام كأدوات السباحة بالزعانف هي غالية ما ليش أنا عندي سؤال برد يعني جاوبوني دلوقتي أنا البطل بتاعي اللي هو الاتحاد مسؤول عنه بيمثلني في بطولات عالمية وعلى فكرة ده ليس نقد للأستاذ سامح الشازلي رئيس الاتحاد طبعا أنا بتكلم على أن أنا بطل مصري هو اللي بيمثلني فزي الاتحاد مش بيغطي التكاليف يعني لا من ناحية التكاليف ما هو ده تكاليف الزعانف دي تكاليف لسه ده بقى تخصص تاني أنا عايزة زوده طب أما أنت رايح تمثل مصر هتروح من غير الزعانف لا دي زعانفة تانية ده نوع تانية انت عايزت كابتان سامح بيختار كل واحد لتخصصه أنا تخصصي زعانف مصدوجة ودي مش متوفرة حاليا هو وفر لي كل حاجة هو وفر لي كل حاجة حتى الزعانف المصدوجة بالمصري حتى كل متطلباتك بتحقق أمار النواقص فيه يا كابتان محمود يعني أنت بتتكلم أقل مش كله ده بتحقق أنا عايزة زود سوقاتي حضرتك سألت السؤال اللي هو أنا عايزة عامل إيه بعدين عايزة زود سوقاتي بالنسبة للتخصص التاني اللي هو المون بس زعانفة المون وغلي دي بقى الاتحاد مش بيكافر مش حيمش بقى معاك الاتحاد زعانفة مش لتحقق بس خليني برضو أسأل حاجة عشان الناس تبقى فاهمة المصدر الدخل مصدر الدخل للاتحاد بيكون من البطولات اللي بتتحقق جزء بتهايلي بيروح للاتحاد وبيكون من الدعم اللي جاي من وزارة الشباب ورياضة وبيكون من الاسبانسرشيب اللي مفروض اللي الاتحاد بيشتغل إن هو يوفرها صح كده؟ طيب ده مش كافرينج لكل المتطلبات بما فيهم لحد عايز يعلي المستوى بتاعه زي ما أنت بتتكلم؟ مفروض يكون مكافئات مفروض بس لسه حاد الوقت مش في كله قادر يغطي حاد الوقت مش كله فعلا ليه عدد الأبطال عندنا قد ايه تقريباً اللي بيمثلونا في بطولات دولية؟ هو في الزعانف فيه مثلاً يعني احنا معلقين فردي عموماً أربعة واربعة يعني فيه من الولاد عموماً أربعة أو خمسة أو ستة احنا كتير في الولاد قوي في الفردي بالنسبة للبنات كانوا عاملين أرقام قويسية جداً لمصر كانوا قريبين مكسرين أرقام مصر كلها يا عطوات؟ من أحسن ثمانية في العالم في التتابع معلقين في التتابع؟ ده يرجعني النفس السؤال اللي كنت بس رحضاك فيه من شوية مستوى أخذتش بالك فكرة إن هل الوضع ممكن يكون بصدد إنه يتغير الفترة اللي جاية نتيجة الإنجازات اللي الشباب دول عملون احنا نأمل والله أنا كمدرق بعيداً عن الأمل هل خطبته الوزارة بشكل مباشر؟ مش يعني في الغالب احنا بنوصل مثلاً صوتنا مثلاً لكابتن سامح عن طريق مثلاً المناطق رأساء المناطق يعني أنا مثلاً كمدرق في برسعيد مثلاً بشوف مثلاً إن لو عايزين نزود القاعدة بتاع تسبحين بنحاول نوفر مثلاً أدوات تكون خيصة شوية بنحاول نشوف بديل البدل مثلاً الزعانف اللي هي المونو أمه خمسين وهو أربعين ألف ليه مثلاً ما نعملش مثلاً حاجة على أرض مصر هنا بديلة أشريها للحاجة دي توصل المستهلك اللي في مصر بخمسة عشرين وبعشرين فأنا أزود القاعدة في اللعبة الزعنفة اللي هي بخمس تلاف وبست تلاف أنا حاول أعمل حاجة هنا زي المصانع اللي برا توفر الزعنفة دي بألفين وبألف عشان أرجع نشط اللعبة تاني لأن اللعبة في خطر إن أعدادها تنزل بسبب أدواتها المرتفعة والغالية فدي نقطة مهمة جداً يعني المفروض إن احنا ناخد بالنا منها الفترة اللي جاية دي أو أنا كمدرب أأمل إن حاجة زي دي أن تحصل هتساعدني جداً في شغلي بدل ما يبقى عندي مثلاً عشر سباحين وعشر تانيين مش قادرين يجيبوا كده فبيقولك أنا بطل لا الأدوات متوفرة وبسعر كويس القاعدة بتاعت اللعبة تنتشر وهي عندنا بدل البطل اتنين وثلاثة واللعبة تتوسعين صحيح محمد عشان الوقت بيجري أنا برضو عايزة أروح معاك قبل ما نختم أنا وكريم لفكرة هنا أوكي إنت عايزت إن شاء الله لو جالك فرصة احتراف أتحقق وعايز تحقق مزيد من الانتصارات والنجاحات في البطلات المختلفة حالياً طبعاً لكن إنت كعلى المستوى بقى قدام شوية هتكمل في فكرة التدريب مثلاً في الشغل في هذا المجال ولا إنت هتشتغل بجانب ده يعني يهمني قوي السؤال ده لكل الأبطال بتوعنا عايزة أعرف بصي سؤال مهم لسه يلو بلكش دعو بس باح خلاص أنا خشت كلية حربية آه حلم ديات لو دخلت كلية حربية خلاص بقى ايه بقى؟ هعتزم بقى الزحة خلاص أو ممكن بعد الكلية لو جات لفرصة تاني إن أنا أرجع بطلات يعني سباحة فين وفين هو كلية حربية وريدي فيها تدريبات يعني هتلاقي نفسك هو هدخل مؤهل بالفعل إن شاء الله نخص بحرية بقى لو دخل حربية يخدوه بقى بحرية أي حاجة متعلقة بالماء متى كده كده ناجح يعني شخصية نكحة شاب ناجح فأعتقد أي مجال هتخشه هتكمل المسيرة زي بجد يا محمد مبروك التفوخ اللي انت عليه ومبروك الرجاس الكبير اللي انت حققتوا وصعداء بجدكم معنا نوارتونا نوارتونا والله وكان نفسينا تعودوا معنا أكتر معش انتو هترجعوا على الطول ولا لا بس نوارتونا تحياتنا الأهالينا في بورسعيد مرة كمان ولو جينا احنا بقى هنتكلم بجد إن شاء الله طيب احنا هنتلع فاصل سريع ونرجع نستقبل آخر ضيوفنا في آخر فقراتنا كوريا طيب احنا دايما بيكون معنا ضيوف مميزين من الضيوف المميزين النهاردة طبعا كابتن ياسر مصطفى نجم النادي الأهلي وحارس النادي الأهلي السابق ويعني بيبقى مميز كمان في حضوره لأنه هو بيبقى حريص دائما على إنه جيب لنا الورق اللي هو طبعا بيبقى محضره وغيره بس عليه صورنا أنا وكريم السورة دي أنا فاكرة كانت رمضان مش اللي فات اللي قابله كان حتى كريم عمل لها الشعر قالك الشغل تحت ضغط ايو صاحبا هو فيه أكثر بكده ذات يروف عاكد ده هولي كانت نفسها تتلع طيبا فقالت لك خلص على كل اللي ربنا ستصرع عليك خلي بالك اليوم ايو صاحب طورنا كافة سعيد إنه موجود مع حضرتك دايما سعيد إنه موجود في قناة النهاردة ودايما بكون سعيد إنه موجود معاك والله يعني حلقة دايما مميزة ودايما بتعمل التعندات كويس بحضور حضرتك وتحضيرك كل حاجة محضرة بلغة الأرقام زي ما بيتقال ويمكن ده اللي حنبدأ بيه بقى ونتكلم عن عايز تبدأ الأهلي والزمالك ولا نتكلم عن المؤولين مبارح والله إحنا اللي اتنين كسبنا ربعة فاللي يعجبكم في اللي اتنين نبدأ بيه أقولك نبتدي في إيه وبعد كده نرجع للتنين مع بعض بعد كده نبتدي بحاجة لازم يعني نقف عندها ونتأملها فكرة إن الأهلي مع كولر سجل 72 هدف ولم يسكن شباكو سوى 12 هدف لو أنا مش غلطان الرقامين دول يقولوا لنا إيه عن خطي الدفاع والهجوم في النادي الأهلي لا يا فيه إحصائيات دايما دايما لغة الأرقام هي دايما ننبر وان أنا دايما أهم حاجة عندي لغة الأرقام لأن إنت دايما لغة الأرقام ما بتكذبش يعني فإحنا لما نيجي نقول إنه هذا أقام كولر مع النادي الأهلي اتنين وعشرين كلين شيت في واحد وعشرين مباراة فوص في خمسة وعشرين مباراة تعادل في ستة بدون أي هزيمة وده مش سهلة إن فرقة تاخد بطولة بدون ولا هزيمة طبعا اتنين وعشرين هدف للأهلي واحد وثمانين نقطة الأهلي لسه فضله ثلاث مطشاط لكن الأرقام بتاعته الأهلي حصل على 148 بطولة مش سهل إن النادي يحصل على 148 بطولة متفرقين 43 دروي 37 كاس 11 دروي عبطال أفريقيا 13 سوبر 8 سوبر أنا مش عايزة نكمل عشان الحسن والله أصل اللستة طويلة أوي 48 بطولة حاجة مشغرفة طبعا 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 موضوع صعب جدا وموضوع مستهل قصص نجاح لأجيال مختلفة طبعا طبعا تتكلم تاريخ نادي كبير نادي العريق في أفريقيا كلها أعظم نادي في الكور صحيح نقفل الحلقة خلاص هنقول إيه تاني هنعيد حلقة هنفيه حاجة إضافة حتى جمهية النادي الأهلي يا حضرتك يا جبت الكريم جمهية عظيمة أنا مباح يعني الكلام جاء بعض يعني قابلتني بنت صغيرة اسمها منا طلع طلع منا طلع يعني ربنا يا الشياء يا بطلة يعني ربنا يا الشياء يا ربي عندها كنصر فبتقولي يوم ماتش نهاية أفريقيا كان عندها جلسة كيميائي فبتقولي يا كابتن أنا أعتد أنه ببنا يشفيني والأهلي يخضر بك يا ربي يشفيها يا ربي شوف نفس الطايم شوف بتفكر في الأهلي بنت صغيرة يعني مش حاجاتك بيقى بنعمل ناديها بالشفاء وكان معها بباها أنا أعظة أقول لحدك إيه إن النادي الأهلي عظيم بجمهور بيعني بلعبته بأجهزته بكل بس أقولك على حاجة كابتن مصطفى دلوقتي يعني يعني أنا جات في بالي إحنا ممكن نستضيف منها لو هي جسمانيا وتقدر إن هي تجيلنا ودي تبقى فقرة نعملها أصلا كل فترة لمحبي النادي الأهلي طبعا طبعا يعني يبقى معانا ضيف من عشاق النادي الأهلي كل فترة هو اللي يجي يتكلم عن حبه وعن التشجيع وكلام ده كله فيا ريت يا مينا تيجي تنوارينا والله أكيد أنا والله اتبسطت منها مباح جدا وقلت له أنا أعجب لك شرط النادي الأهلي ومساء الله بأود لها حلو الله وبناي من عليها بالشفة هو شابي المعافي ويفرح أهلها بها آمين يا رب العالمين أنا أكلم حضرتك حتى إحنا عندنا في بيوتنا يعني حتى مطش الأهلي والزمالك كل شوية ولادي أنا عندي أربع منية ياسمين وإنجي نعم نعرفين وحبيبة كل ما الأهلي يجي بقول يقولي العزومة 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 طبعا طبعا كل ما الأهلي يجي بقولي يروح ودخلين العزومة 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 يعني كان حتى كل المطشات يعني هتلاقي البيوت فرحانة والناس في الشيعة فرحانة طبعا فالنادي الأهلي بيفرح ناس كتير جدا والنادي الأهلي كبير بنجومه بتاريخه زي ما قال كابتن نهوان ديالك فكرة الثلاثيات اللي استمرت معنا لفترة وبعدها الموضوع تصعد وتطور وربعيات ايه صحيح حتى الفئة تحس ان ما فيش اسسه واحتياطه يعني انباه لمنين الكلام على المطش المقولين هو لعب بالنص الوجومي كله الأسيين وبدأ يغير في نص الملعب كوكا تحس ان ما وانا عطيه بيلعب تحسش ان فيه تغيير في الفئة كريستو نفس الحكاية الواجل دوت مضايب كبير جدا يهليك بالنادي الأهلي طبعا المضايب الكبير اللي هو يعمل سياسة تضويب بشكل اللي هو عامله مستاكور لانه هو عامل سياسة تضويب بشكل محتوام جدا ما تحسش ان فيه حد ملعبش ما تشاله زمانك البقاء الله طبعا الولاد ما وانا عطيه اللعب ما تحسش ان فيه اختلاف الفئة انباح نص الفئة نص الملعب معظمه مش هو معظم الخط الضائر بعضك الناس متغيره فيه لما تيجي تشوف الفئة تلاقي ما تحسش ان فيه حاجة مضغيره لانه فيه سيستم لعب فيه شكل اللي بشكل كويس جدا ممتاز من احسن المضايبين اللي انا شفتها بتعمله ومن احسن المضايبين اللي انا شفتها مسيطاء على القط اللي بشكل كويس جدا قبل موتش الزمالك جمع اللعيبة في الملعب ودالهم اجازة يومين مش مش يعني ده فيه مضايبين يقولك نطلع نعمل دلوقات ونتمهن بكها الصبر لا هو شل الضغوط من على اللعيبة بشكل كبير جدا خلى فيه تنافس بشكل كبير جدا بين الفئة اللعيبة نفسها بقى التنافس بتاعها نباية تشوف اللقطة انا طبعا حضارة المقدمة تعالكم اللقطة بتاعت كحوابة لما بيدي الزميله الكوع عشان يلعب ضابط الجزاء مسهلا نتلاقيه كده كل واحد عاوز يجي جماز الكرة ومن اول لحظة يعني منه نهوه بيبس الكرة بيكلم كولر مين بيعمله بيو مين ايوه اي ومين ايوه لانه طبعا المعدة بيبقى محدد من هو كم واحد من واحد لابط نوتائشل بيكون كل واحد عليه دور يعني ايوه لا هو بيبقى محدد مثلا هو ياسر في الملعب يبقى ياسر مثلا ولو عالي بالقول مش موجود ايوه مين هو كم اتنين بيبقى محدد لكن اصدقى ان اقول له حضارك هذا حب وتعاون طار محمد طار بعد دلوقتي بيعمل لنا ترندات في كل جون تحس ان فيه تركة جديدة بيعملها لنا فهاز اقول لحضرك ان حالة الحب دي والقط اللبس المقفول عليها بشكل كويس جدا دي هي العملة للفرقة الشكل الجميل ده حلوة قوي بص بقى هنروح ونرجع للملفات مختلفة بس وجود حضرتك معنا اكيد لازم نتكلم عن حراسة المارمة في النادي الاهلي لان احنا شفنا تقلق لاعب مع لاعب بداية بالشناوي نهاية بحمزة علاء ايه سر حقيقي لان ده سؤال ناس كتير مش لقي اجابة لي ايه سر تقلق حراس النادي الاهلي على مدار الزمن كله اسماء كتير وكبيرة كانت موجودة في النادي الاهلي وقدمت شيء رائع وما فيش حال يستمار ما يجي للنادي الاهلي وتناسى بالعكس يعني عمل او حفر تاريخ معايا فخلينا نبدأ بالنقطة دي والله سؤال في محله يعني لان النادي الاهلي دايما لما تيجي تشوف يا عباطيخة هتلاقي كل الحراس على بستها عالي جدا كابتن سابت كابتن ايكومي كابتن احمد شبير الحضري اسامي كتيرة جدا عشان من ننساش حد يعني بنتكلم ليه الاسامي دي متقلقة دايما لان اللي يعني بيبقوا بدئين من قطاع الناشئين لما تخش حضري القطاع الناشئين او تخش النادي الاهلي بيتحول عندك حاجة غريبة كده في الوجدان بتلاقي نفسك بقيت إنسانة مختلفة شوية تحمل المسئولية بشكل كبير جدا بتهتم بشكل كبير جدا فتلاقي العناصر دي كلها وبعدين في النادي الاهلي في ميزة كويسة جدا كل واحد بيشتغل في الحتة بتاعته فيش حدي بيتدخل في شغل حد ودي ميزة بتخلي دايما فيه تفوق في كل شيء يعني حضريك دلوقتي لما يجينا في البرنامج حضريك بتتكلمي وبتحضيه شغلك والكابتن كايب نفس الحكاية فبتتفوقي في الحتة بتاعتك فنرجع تلني حراسة المرمة الاستمرارية والشغل اللي معمول مع الحراسة بيخلي دايما الأجيال متاصلة بشكل كبير جدا وحراسة المرمة دايما لازم يبقى فيه ثبات في التشكيل فعلى مدار التاريخ الثبات التشكيل بيخلي دايما الحارس يتفوق طب ده ثبات التشكيل تعال بنا نتكلم سويا عن الثبات المفعالي المطلوب من أي حارس مرمة بيحرص عارين النادي الأهلي لأن دي مسئولية تضيعة مش أي حد يقدر يجيد التعامل معها حتى لو هو مالك أدواته كحارس مرمة لكن بكلمك ده فكرة الضغط فكرة الجماهير ده شيء مخيف أي طبعا بالنسبة للكلام دوت لما نيجي نقول الثبات المفعالي بيجي من حاجة اسمها الألية في الأداء الألية في الأداء يعني التكرار زي ما قلت الحالك قبل كده وانت بتسوق عربيتك ما بتقولش أنا عدوس فرامل هي رجليك لوحدها تيجي في الحتة اللي انت عطقف فيها بتقف تيجي إشارة تقف ما أنت بتقولش لنفسك أنت دوس هنا فرامل ليه جات جليل الموضوع ده من التكرار حصل عملية الألية في الأداء لأن فيه مخزون في المخ المخزون في المخ بيجي في الحتة دي ويجي يقول أنا هنا عقف خلاص الألية بتدوس فرامل وانا عد بتكلم مع واحد جنبي فالألية في الأداء دي بتيجي منين من الاستمارية في التدريبات من الاستمارية أن أنا بلعب تحت تاختجه بشكل مستمري على طول فخلاص ببقى عندي الألية في الأداء خلاص بقى فيه مخزون في المخ إن أنا الجمهور ده جزء مني رقم واحد بتاعي ده معايا ما بقاش ألقاء منه فبالتالي مع الاستمارية خلاص الموضوع ده بقى عادي بالنسبة لي أنا كحارس مرمو الموضوع بعد بالعكس ده بيفيدني أكتر إنه بيخليني عندي الحافز إن أنا أبدأ أكتر حراسة المرمو كلها إبداعه فن يعني أنا دايما كنت إذا ما أمسك في أي حتة أو أشتغل في أي حتة أقول للحارس حطه بفن ونتنازل زبط لبسك إكوه دورك بشكل كويس ليه أقول لحضرتك ليه حارس المرمو زيه زي الفنان حارس طبعا فنان كبير طبعا مش نادر حارس المرمو زيه زي الفنان طالع يقابل الجمهور في الملعب طالع يقابل الناس لازم أن يكون في أبهى حالة يعني يكون شكله حلو يكون ستايله كويس ينزل يعمل إحماء بطاقم ينزل إغاية الطاقم التاني ينزل بيه يعيش المود بشكل كويس جدا كل ده عيساعده على الإبداع مع الوقت الكلام ده كله بيساعد على الإبداع ليه لما أنا حس بأن أنا أهميتي وأن أنا راجل جاي أقدم حاجة مهمة جدا فبالتالي أنا بقى حويس جدا أنا بقول لحضرتك على اللبس يعني حاجة عادية شوف بقى التفاصيل أنا بقول لك دي تفاصيل التفاصيل فلما تيجي حضرتك تخش بقى الملعب ويبقى التممين بتبقى عاملة إزاي لما أنا بقول لك يوم المباراة يعني بنيهتم ببتفاصيل بسيط تخيل بقى حضرتك الأسبوع قبل المباراة الشغل بيبقى عاملة إزاي بتجيب الفرقة التانية بيعملوا من هنا كورة السابتة بتاعتهم إزاي للشغل بتاعهم من هنا إيه فبالتالي نبدأ نشتغل من خلال الكلام ده ونبدأ نحفظ حتى ضربات الجزاء نبدأ نحفظها مثلا لو كان كذا بيحطي ضربة الجزاء بنسبة تمانين فلانية في الحتة دي بنبدأ نشتغل على كل التفاصيل الكورة السابتة من ناحية الشمال لازم أن هو يبقى واقف فين مين عيب ألعب مان مين عيال عب منطقة بنبدأ نشتغل على كل التفاصيل البسيطة دي فدي كلها عامل نجاح بتخلي الحارس أو اللاعب ينزل زاري زي الفنان على خشبة المصر نزل يعرض فن بشكل كويس جدا عشان الجمهور يبقى ماشي مبسوط فن أكثر منها أي حاجة تانية إبداع كابتن ياسر رأيك إيه في ميشال يانكن برضو طبعا ندرب بالحراس عندنا وهل هو فعلا طور حراسة المرمى فكر الأداء ولا هو ماشي بوتيرة طبيعية زي النادي الأهلي ما هو متعهد والله أنا شايفه ماشي بوتيرة طبيعية زي ما النادي الأهلي شغال لأن على مضاية الطريق دايما زي ما حدك قلت من شوية ما شاء الله أسئلت كلها في الجن زي ما حدك قلت من شوية حراسة النادي الأهلي على مداري التاريخ كلهم ما شاء الله نمبر وان حتى حراسة النادي الأهلي لأن بيوحوا المنتخبات دايما نمبر وان زي حمزة علاء في منتخب اللومبي محمد الشيناو منتخب الأول هتلاقي منتخب الناشئين كان حرس مؤمن يتم دايما الاعتماد عليهم بشكل أكبر بالنسبة بها جدا لما تيجي تتكلمي على تشكيل المنتخب تسعى العيبين من النادي الأهلي صحيح فالبتحاريك بتتكلمي من منطلق هو نجاح المدارب السنادي في إيه؟ إنه هو لما احتاجنا مصطفى شبيع أدى بشكل كويس جدا صح لما احتاجنا علي لطفي أدى بشكل كويس جدا هو هنا بقى النجاح المدارب نجاح المدارب في الحالي سرقم 2 والحالي سرقم 3 لأنه لما بكون محضر الحالي بشكل كويس هم جدا جدا من موضوع الناشر والأهما حاجة العنصر الزهني والتحضير والعنصر والنفسي أحضر الحالي بشكل كويس إنه لما احتاجك ألا إيه؟ كل الكلام اللي قلناه من شوية عن جاهزية اللعيبة البودلاء ينطبق بحزافيره على حراس المرمى لأنه لو فكرنا فيها كده حارس المرمى التالت مثلا يعني المنطق يقول إيه إنه يعني يتلاقيه قاعد حط إيده على خد ونه مستني بقى لما تجيله فرصة إنه هو اللي بيلعب فالحقيقة ده حصل مع كله يعني بالزبط أجاد برضو التعامل مع الملف ده أكيد بالتنسيق مع مدرب حراس المرمى أكيد طبعا هو الموديل الفني بيبقى هو رأيه الأول والأخيم في الفئة يعني هو اللي بيقول من يلعب من يوع لكن بياخد رأي مدعب الحراس طبعا أكيد وبيبقى واسق في كلامه لأنهما الاتنين برضا كيعتبروا سويس و سويين فالفكة في كده أني أنا دلوقتي كموديل فني أو كمدرب حراس التحضير الزهني والبدني وأن أنا دايما أحضر الحياة ساقم اثنين والحدة والحياة ساقم ثلاثة عشان لما يلعب يجيل هو ده نجاح المدرب يعني هو نجاح المدرب حراس المرمى من نادي الأهلي السنة دي أنهما مصطفى شبيه لعب كان كويس جدا لما علي لطف لعب كان كويس جدا فبالتالي هو هنا ياخد عشر من عشر لأن كل البطولات اللي اشترك في النادي الأهلي النادي الأهلي حققها وده مش هيحقق لما يكون عنده حارس بطل الفري البطل لازم يكون عنده حارس بطل في الواقع ده كمان برضو يعني استحق التوقف أمامه وتأمله من زاوية أنه كولر بسم الله ما شاء الله يكاد يكون في زمن قياسي ما عداش العشر شهور مثلا خمس بطولات يعني أكيد ده ما تحققش إنه الراجل ده إرفته حلوة مع الأهلي أكيد الموضوع مختلف إيه سر؟ لها أبعاد أخرى لا هو برضك مدرب كبير يعني نجي نتكلم على السيفي بتاعه ومشاء الله النادي الأهلي اختار مدرب يليق بالنادي الأهلي يعني على السعيد الشخصي أنا شايفه أنه مدرب هادي رزين بيعافي الملعى كويس بيعافي غير بشكل كويس جدا بيعافي يتعامل مع الأدوات بتاعته قط اللبس ومتعامل معها بشكل كبير جدا أصعب حاجة في الفرقة الكبيرة ديت وأنا اشتغلت على مستوىات كبيرة أصعب حاجة قط اللبس كون السيطرة على قط اللبس واللعيبة اللي ما بتلعبش واللعيبة اللي بتلعب فهو عمل أصعب حاجة في الدنيا إنه خلى الاحتياطي زي وزي الأساسي بقيت فيه حب كمان حتى الفرحة بتاعت الأهداف لما تيجي تشوف حركة الاحتياطي بيجوز برينتات على الملعب دي مش هتيجي كده يعني فيه فرقة كتيرة جدا لما تشوف الواحد بيجي بقول تحس إنه واحد لوحده ومحدش بيقوله انت عاملين سأل عندي سؤال كابتان ياسر هل برضو علشان أنا ما اخسرش أي حارس مرمى عندي متقلق هل الأفضل إن أنا أخليه موجود ولا إن أنا أجيب له عقد احترافي وبعدين يرجع لي تاني بمستوى يمكن أفضل لأن برضو عدم اللعب الفترات طويلة بتقلل من المستوى أنت النهادة متقلقة عمالة تدي أسئلة عمالة تدي أسئلة صعبة صعبة البلغة شوي بصراحة يعني بسي هو طبعا زي ما كنت بكلم كابتان كريم شوية هو الفئة البطلة محتاجة حارس مرمى بطل فأنا ما أقدرش يعني عندي حارس واحد بس اللي هو نمبر ون والاتنين التانين أطلعهم أو كده لازم نبقى عندي التلاتة على مستوى كويس جدا أه بيقى فيه فوق فردية إن فيه وقم واحد بيبقى أقوى شوية وقم اتنين يعني لكن ده النادي الأهلي انت حذرك شفت لسه كابتان بيقول النادي ألي خد النهار ده كان بطولة في شهر في سنة النادي الأهلي واخد 108 بطولة فكل ده محتاجة أدوات الأدوات بتيجي منين هي اللعيبة فبالتالي لازم نبقى عندي سلاح لكن ممكن أعمل كالتالي لو أنا عندي واحد زي حمزة على طالع وعندي علي لطفي وعنده مصطفى شبيه وعنده شنة ومكمل فبالتالي بتبقى فرصة مصطفى وعلي لطفي أقل شوية ده السؤال بتاعي فبالتالي أنا ممكن أدي فرصة الأكبر ومسنا يعني ممكن نأدي فرصة مثلا لعلي لطفي يحترفوا يا ربع مساعدة نخلي مصطفى شبيه يخش يبقى أخرين وهو لما أدى كان شكله كويس جدا وعندي حمزة علاء لما لقىه مع المنتخب حاجة محترمة جدا حمزة علاء كان في النادي الأهلي وعنده عشرة صينيين مصطفى شبيه أنا اللي مختار في الاختبارات على فك مصطفى شبيه وأحمد طري سليمان أنا لما كنت أول سنة لها في النادي الأهلي في التدريب كان الكابتن أحمد مير الله رحمه كان مستر كولين ده كان مدير فني للقطاع فكنا في الاختبارات كده فدخل الحراس أنا اللي كان عليها الدور أنا مشرف لأن احنا بنعمل زي اللي جاين كده في الاختبارات موضوع صعب جدا في النادي الأهلي يعني حتى في اختيار اللعيبة تتأملي لجنة من حوالي 6-7 مداربين يعودوا كلهم يبصوا ولازم أن كلهم يمضوا على اختيار اللاعب حتى يعني الموضوع مش سهل يعني فلما جي مصطفى شبيه دخل أنا طبعا كنت لسا جاي جديد النادي كنت جاي من السعودية بمرا هناك وجاي أنا قلت له ملولة ده كويس ودخل بعدي يعني اخترنا كم واحد كده ومنهم أحمد بن طري سليمان فلما جينا بعد كده بنمدي فالكابتين عمد ما قال لي انت شفت الوالد ده كويس قال لي طيب مش اسمه مصطفى شبيه انت بكنتش تعرف ما عافش انه هو مش اسمه على الوقت مصطفى شبيه هو اسمه مصطفى شبيه اسمه مفيش شبيه خالص فالمهم مضينا على الوقت وبعد يوم كده وليح جاي لقيت كابتو شبيه جاي ويه طبعا انت عايبة فقطها الناشئين والناس بتصوى وبتهزها فلقيته باش عطوه وتصوى ما عكبتو شبيه بقى وبسلمت عكبتو شبيه فعندنا ليت حاج بقى اكتشفت ان هو ابن سيد على فاكرة انا من انصار ان ما فيش عندي ازمة انا بشوف ده نجاح لما يبقى شخص ناجح ابنه يطلع على نفس المستوى يعني ليه دايما بنقول ان لأ لعب كرة شاطر ما يبنه بيبقاش لعب كرة ليه بالعكس هي الجينز الموجودة ممكن فعلا تخرجي جيل تاني زيه انا مش بشوف دي حاجة غلط ممثل ناجح ابنه يطلع ممثل زيه ناجح ايه المشكلة دكتور ناجح ابنه يطلع دكتور ناجح وهكذا المرجعية شفارة الابن بقى في الحالة يعني العبرة العبرة على الشخص بقى وعلى لاعبه وعلى اداءه وعلى اللي بيقدمه وبعدين اوزول لها ديك حاجة اللي كنتم فهاش واسطة انا بكلم اوه ما فيش شغل فيه واسطة لو انت بتكلم على استمرارية ايوه هيدحك على مين الواسطة هتضحك على مين كان من كذا سنة انا فاكر كويس كان في الصين ورجل اعمال من كبار اثرياء الصين ويملك نادي رياضي وخلى ابنه اللي هو وزنه يعني مبالغ فيه قوي وبيلعب يعني خلاه بالاجبار بقى بيلعب بحكي استيري لان فعلا المرجعية في الاول في الاخر هي كفاءة الابن هل هو يستحق الفرصة ولا لا عشان حتى يخرس اي قلسينة بتتكلم عن شبهة التوريس فيها كابتن كعيم دلوقتي نمازل كتير نكحة يعني ما شيف اقامي ابن كابتن اقامي عمل شغل كويس جدا على مدارة وعمر سيد معاود عندك على مدارة الاجيال كلها مش في النادي القلي بس على مستوى كل الاندية على مستوى العالم فيه مجوم كتير جدا ولادهم بيلعبوا ومكسرين الدنيا لان طبعا الكلام ده مش بيجي عن طريق الصدفة بيجي عن طريق تدريبات وعن طريق الشغل وعن طريق كلام ده كله فالموضوع مش سهل يعني يعني اعتقد ان الموضوع كل واحد بياخد حقه في زي ما حضرتك قلت كده في الموضوع كله حتى في الفن حتى في رياضة حتى في كل شيء كل واحد اكيد بياخد حقه احنا على فكرة الكسبانين في الاخر ان انت يعني جبت جيل جديد من نفس الشخص وبعدين بيبقى هو عنده كوالتي وعنده المعرفة بالموضوع الانضباط والموعيد والصحيان والنوم كلام ده مهم جدا وانتماء لكيان لانه شايف وان بطول عمره رمز لكيان معين مش مجرد لاعب فيه ده رمز دي النادي الآن مكمل في ماتشاته وكأن الدولي لم يحسن بعد فنقدر نقول ان هو الفترة الجاية حيكمل في تسجيل المزيد من الارقام القياسية ايه طبعا النادي الاهلي ستفضل له 3 ماتشات حاصل حدود يوم 19 بيبز يوم 23 المصر يوم 26 وبعد كده عنده يوم 37 الداخلية في دولة 16 كاس مصر ان شاء الله تبقى بطولة جديدة اللي تخش دي اللي هو بالنادي الاهلي اللي هو دولة كاس مصر السنة بإذن الله بإذن الله تبقى موجودة في دولة بالنادي الاهلي ودايما النادي الاهلي النهار ده بنفح بوكا بنقفل وهكذا على طول زي ما الشيخة نهوان ده قالت ديها قصة الصورة زي ديها قصة بس أنا مصدت لما جاء الرابع يعني عارف روزيات الثلاث لا بس أنت كنت عاوزها ثلاث لا والله أنا قلت ثلاثة وهي كان على فكرة الجن الرابع ده جي امتى ده قبل نهاية المراب كان ليه قول ثاني لا ايا كانت منزلة على صفحيتها قالت أنا قلت ثلاثة بعد الجن التالت فطبعا عملت تريند طبعا ايه ده ناس كتيرة اتي عرفت ازاي انت من كنترول وانا لهم انا كنت ازل طيارها اوقات احساس والله نورتنا كالتن ياسر بجد كالعيدة قراءة ممتعة ونشوفها قرائب تادي الله يخليكنا سعيد اني موجود مع حضرتك لحظة لبناء سعيد اني موجود معاكو دائما شكرا لكم شكرا جزيلا واكيد بنشكر حضراتكم مشاهدينا بكل مكان على حس المتابعة شوفكم على خير بكرا ان شاء الله صباح الفل